يا أخوان اكتشفت شي عجيب جدا اكتشفت أن يوم القيامة رح تصير هوشة بين الإنس والجن ايه مشادة بالكلام بين الإنسي والشياطين قريت الآيات هذه واستوقفتني الحقيقة يقول الله سبحانه وتعالى ونوفي خاف الصور ذلك يوم الوعي وهذه النفخة رح تكون نفخة البعث مو نفخة الصعق فبعد هذه النفخة رح ينزل مطر من السماء فيغرق الأرض فنخرج من بطن الأرض مثل النبه رح نخرج من بطن الأرض مثل ما يخرج الرضيح من بطن أمها وبعد ما نكتمل في نمونا يقول الله سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد في هذه اللحظة رح يبدل جد فبنشوف أشياء ما عمرنا شفناها قبل كده مخلوقات أول مرة نشوفها فمن هو السائق ومن هو الشهيد فكل نفس رح يجيها ملك عظيم الملك هذا رح ياخذ كل واحد منه ويسوقه لله سبحانه وتعالى وحنا ماشين لله سبحانه وتعالى بيمشي معنا ملك ثاني والملك هذا هو الشهيد اللي رح يشهد لنا يا بالخير يا بالشر رح يشهد لأعمالك الصالحة وأعمالك السيابة ومو بس هو الوحيد رح يجر معك قرينك من الشياطين وكل هذه المخلوقات رح تشوفها بعينك المجرد وأول ما نوصل لله سبحانه وتعالى يبدأ الملك يشهد علينا بكل شيء يقول الله سبحانه وتعالى وقال قرينه هذا ما لدي عتي وطبعا القرين هذا هو الملك الشاهد عليه وهنا الكافر يبدأ يتبرأ من كل أفعالها اللي سواها ويبدأ يلوم قرينه من الشياطين يقول ربي هذا أغواني أنا ما سوت شيء هو السبب في إغوائي مو بأنا هو اللي جرني للمعاصي فيخبرنا الله سبحانه وتعالى إيش بيرد هذا القرين من الشياطين على هذا العاصي والكافر يقول الله سبحانه وتعالى قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد وهنا تبدأ تصير المشادة بين الإنسي وهذا الشيطان من الجنة يتشادون ويتخاصمون يتخاصمون فيقول الله سبحانه وتعالى قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد فيقول الله سبحانه وتعالى قد أخبرتكم في الدنيا بأن هذا اليوم سيأتي علمتكم إش بيكون جزاء الكافر بي والعاصي فيقول الله سبحانه وتعالى بعدها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد